اشتركوا في القناة في هذه الحلقة سنقدم الوجه المخيف لتايسون واللحظات العنيفة في مسيرته المركز الثاني عشر تيرل باكز دخل تايسون بقوة جنونية وانقد على تيرل كالاسد الجائع وبلكمة واحدة حطمت قوة تيرل وجعلته يصافح ارض الحلبة ليعاند تيرل وينهض في اخر ثانية فيتوحش تايسون وانهال عليه بالضربات حتى سقط تيرل بضربة مدمرة بدون حراك وانهى الحكم المباراة المركز الحالي عشر باستر ماتيس كما ترى يقاتل باستر بتقنية قريبة جدا من تايسون ولكن يوجه تايسون له لك مصاروخية فسقط وكأنه صدم بمطرقة يغض عليه الحكم وينتهي النزال بالضربة القاضية عاشرا بنكلون توماس ضحية اخرى من ضحايا المدمر تايسون بنكلون معروف بقوة تخمله الهائلة ولكن هذه القوة تنهار تماما امام تايسون فانقض عليه بسيل من اللكمات القاسية ليتحمل بنكلون كل هذا ولكن تحطمت قوة تخمله بعد دربة شديدة العنف من تايسون اسقطته ارضا وانهت المباراة تاسعا لاري هوملز يقاتل تايسون لاري هذا المتواحش الذي لم يسقط قط بالضربة القاضية ويمتلك سجلا مرعب بـ 48 فوز مقابل خسارتين فقط ومن ضمن انتصاراته هو فوزه على الاسطورة محمد عليك لاي ويتوحش تايسون ويقذف بضربة صاروخية سمعها كل الجماهير اسقطت هذا العملاق ارضا ليتعجب لاري مما حدث فيقوم لينقض عليه تايسون ويسقطه مرة اخرى بدربة قاضية ليعد عليه الحكم فيقرر اكمال المباراة ليحاصره تايسون في الزاوية ويضربه بلكمة خطافية ارسلته الى النوم وانهت المباراة ثامنا فرانك برونو يحاصر تايسون فرانك وبلكماته الصاعدة التي تشبه الصاروخ زلزلت كيان فرانك وجعلت الحكم ينهي المباراة سابعا كارل ويليامز يدرب تايسون ويليامز بضربة كالمدفع تستطيع سماع قوة الضربة برغم صراخ الجماهير لتنتهي المباراة في نفس اللحظة سابسا مايكل سبانكس ينقض تايسون على سبانكس ويظهر شراسته بالعديد من اللكمات حتى اسقطه بدربة قاضية على بطنه ليقوم سبانكس ليدرب تايسون دربة هائلة القوة اسقطته اردا بلا حراك وانهت المباراة خامسا كيلفرود ايتيان لم يحتاج تايسون لأكثر من جولة واحدة حتى افترس كيلفرود واستطاع بلكمة واحدة الاطاحة بكيلفرود واسقطه اردا بدون اي امل على النهوض مجددا رابعا هنري تيلمان يدخل المتوحش تايسون ويرفض ان يستمر النزال حتى الجولة الثانية ويركض نحو تيلمان كالاسد المفترس وضربه دربة قاسية جدا عجز تيلمان عن الحركة ليفوز تايسون ثالثا فرانسو بوتا ضحية اخرى من ضحايا تايسون استطاع بلكمة الفتاكة اسقاط فرانسو ارضا وجعله يتراقص على ارض الحلبة يفشل حتى في الوقوف شاهد انها لكمة مرعبة بالفعل ثانيا تير فور بريبيك انقضى على تير فور بشكل مخيف وضربه دربة على اضلاعه اسقطته ارضا ليعاند تير فور ويحاول الوقوف مرة والثانية والثالثة ليفشل ويفوز تايسون لماذا فانت تلقيت يا تير فور دربة على اضلاعك من محطم الاضلاع انه تايسون اولا مارفيس فريزر فلتشاهد بحرص عزيز المشاهد لم يحتج انهاء النزال من تايسون اكثر من جولة لتشاهد هذه اللقطة المرعبة اشتركوا في القناة لا تعليق اكثر من المشهد فريزر يسقط في صمت تام وكأنه ذهب الى عالم اخر استدعى الحكم الطاقم الطبي فورا وذهب تايسون للاطمئنان على خصمه هذا هو الوحش تايسون يا سادة احد افضل يؤشرس من صعد على حلبة الملاكمة فلتشارك برأيك عزيز المشاهد في التعليقات في مناقشة الحلقة وللمزيد لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة